ففاترينة العرض دايماً بنبين الأفضل على أي سكيل يعني فمثلاً لو بصيت على أي فاترينة لأي محل هتلاقي اللي معروض دايماً هو أحسن تصميم وأحدث موضة الفكهاني هتلاقي دايماً رصص أحلى فكهة على وش القفص عشان يجيب رجل الزبون الشركات الكبيرة بيحطوا في الريسبشن سكرتيرا حسنة المظهر ومفتسمة عشان تقابل العمل وتستقبله حتى في العلاقات الاجتماعية يعني رايح أول زيارة لبيت العروسة هتلبس أجمد طاقم عندك أو حتى هتستلف طاقم جامد من أي واحد صاحبك وهم كمان هينزلو لك طاقم الكسات الألاجة اللي محبوس في النيش بقاله سنين وهيلموا كل الكراكيب جوه في القوض عشان تشوف الصالة بتبرق الانطباع الأول مهم يا بيفتح نفسك ويبسطك يا إما بيقفلك من الحكاية من قبل ما تبدأ عشان كده من أهم المنشآت في أي دولة المطار بتاعها أول مكان بيشوفه اللي جاي من بره وبياخد منه فكرة عن البلد بحالها ولأننا دولة سياحية المفروض يعني فقصة المطارات دي مهمة بزيادة حبتين عندنا لأنها واجهت البلد قدام كل سايح قرر يتفسح في أم الدنيا وإحنا بنبوس إيد أي عملات أجنبية عشان نسند بيها عجلة الاقتصاد المخرومة بتاعتنا فالنهاردة هنتكلم عن المطار الأكبر في مصر ومالدنيا مطار القاهرة الدولة المطار ده زي وزي أي مطار في الكوكب ولا إحنا حطين التوتش بتاعنا كالعادة ويا ترى بيرسم صورة لطيفة في دماغ كل واحد جاي يزور مصر ولا بيقفلهم البلد قبل ما رجله تخطيها يعني المطار ده يليق بدولة بتدعبس على السياحة وعاوزة تنميها وإيه هي مشاكله وإنحلها إزاي وبعدين هي أصلا متحلتش ليع كل السنين دي هيا بيننا شو مبدئيا كده إحنا مش هنعمل زي السوس ومسؤولين ونعتبر إن الشعب شفاف زي ما المطار مهم عشان هو وجهة مصر وقدام الأجانب ههو مهم برده عشان المفروض بيخدم المواطن لاصمر الجميل ولا المواطن لاصمر ده محدش بيحب يجيب سرطه خالص يعني أظنه ما يصحش لو ربنا كرمك كده وزورة مطار القاهرة الدولي بجلالة أدرو فأنت ضروري وقفت مرتين في كمين أمنية على قال لي يعني مرة قبل بوابة الرسوم ومرة تانية بعدها وقبل ما تسأل هي كده محدش عارف إيه اللي حكمة يوقفون قبل البوابة بعديها لكن تحس إن الداخلية مش هاين عليها تسيبك تغادر في سلام كده من غير ما يفكرك إنك توقف وتتفتش مرة واثنين في خمسين متر وتقول حاضر حتى لو الموضوع ملوش أي سبب منطقي وعلى فكرة لو تقفشت بعد بوابة الرسوم وإنت مش لابس حزام الأمان هتدفع مخلف عادي جدا أحسن تكون مفكر نفسك مفتح وهتهرب من العين السهيرة ده أنت لو مش لابس الحزام جوه المطار هيخلفوك برضو اللي ده حكنا بقى يعني إن المطار مليان مطبات بتمنع أي عربية أن سرعتها تزيد عن 30 ولا 40 كيلو في الساعة يعني حزام الأمان ملوش أي 30 لازمة أصلا بس إزاي بقى؟ رزق وجايل لمصر وإنت كبير كفاية وعارف إننا يعني في نظام ما بيفوتش ربع فرصة لتقليب المواطن في أي فلوس بس خلينا نقول الداخلية العظيمة إنه يعني في دول كتير محترمة في العالم يعني مخالفة حزام الأمان بتكون بس في الطرق السريعة الهايوي مش جوه المدن ولا بين مطبات المطارات وده ببساطة لأنهم عاملين الخوانين لحفظ أرواح الناس مش لتقليب جيوبهم والسلام عشان كده رادارات السرعة في الكوكب كله متعلقة ومعروف مكانها إيه اللي إحنا بنخبيها كده بحرفان عشان محدش يشوفها ونطلع منها إرشين حلوين المهم إنك بعد ما بتعدي من كمان المطار بسلامة الله يعني لازم تاخد بالك إن لسه رحلة هروبك ما خلصتش ولو يعز عليك صاحبك اللي بيوصلك للمطار تجاهز نفسك كده إنك تنط انت وشنطتك من العربية أول ما يفكر يدوش على الفرامل قصد بقوبة المغادرة لأن لو الزابط وصل عنده قبل ما يكون داس بنزين تاني هيتشالوح بمخالفة تقيلة تقيلة يعني طب يعامهم قال العربيات المفروض توقفين عشان الناس تنزل شناطها في أمان الله من غير قلق ما فيش الكلام ده إحنا بلد رتمها سريع وبتحب الأكشن بنعش المخالفات كمان بعد الأفلام الهندي دي كلها بقى لو ربنا كرمك ودخلت مبنى المطار وتفتشت من فوقك لتحتك إنت وشنطك وتمام التمام هتقابل بعدها على طول زابط المطار اللي بتأكد من ورقك عشان يفرج عنك وتغادر أرض الوطن بسلام وفي الحتة دي بقى عندنا شوية تفاصيل في الديتيل ذكر هو يعني أي نعم انت غالبا مسافر عشان أم الدنيا ما قدرتش توفر لك وظيفة محترمة تاكل منها عيش من غير غربة وبهدلة بس برضو لازما ولابدا تدفع إرشين كمان تاخد بهم ورقة مش موجودة في الدنيا كلها غير عن دين ورقة بتقول إننا بنسمح لك تشتغل آه ما هو انت مش هتشتغل من غير ما نوافق ما تستهبلش وزيد فوق كل التقليب ده القرار الأخير اللي كان لنا السابق فيه رسوم المغادرة ميت لحلوح تدفعهم عدا ونقدا عشان تسافر بلطجة يعني ملهاش أي اسم تاني الصراحة لأ وربنا يسهل لك الحال بعد الهم ده كله وما تلاقيش نفسك ممنوع من السفر وانت آخر من يعلم ده غير الاستمارة الخضرة السحرية اللي بتملاها في الطيارة قبل ما تنزل أرض الوطن واللي موجودة حصريا عندنا برضو فقط لغير كأنك داخل تحقيق في النيابة مش داخل بلدك يعني اركن بقى المواطن اللي اسمر شوية وتعال نبص بعين الأجنبي أبو شعر أصفر اللي جاي تفسح عندنا ونزل المطار وكله بهججة وفرحة إنه هيتصور مع أبو الهول وياكل كشري وهيبلبط جنب الشعب المرجني بسم الله الرحمن الرحيم أول جملة نبر وزهاله في وشه هي الآية الكريمة اللي مقصوصة من سياقها عشان تدي انطباع مش حقيقي لكل واحد داخل مصر ادخلوها بسلام آمنين بس تقريبا محد يخد باله إن السايح عادة ما بيعرفش عربي ومش هيافة من اللي مكتوب أساسا نفس السايح وهو نازل على سلم الطيارة بيشوف ناس تابع الأمن بتجري وبتنادي على أسامي ركاب معينين بعيل وصوتهم ولكنه نازل في موقف رمسيس هو السايح لسه برضو ما بيعرفش عربي بس يعني وارد يميز إن اللي بيتقال ده مجرد أسامي ركاب كانوا معاه الطيارة وساعتها هيفهم حاجة من اتنين ما لهمش تالت يا إما دي أسامي ركاب مهمين جاي لهم توصيلة خاصة عشان تسلتهم من الإجراءات بسرعة يا إما هيفهم إن دي أسامي ركاب مجرمين خطرين ومطلوبين أمنية وفي الحالتين النتيجة طين يعني السايح البلوند الوسيم ده هيترجم إن البلد دي بتاعة وصايت وما فيهاش عدالة يا إما هيفهم إن مقضة كم ساعة في الجو مع مجرمين وقتانين قتل ومبنى المطار بقى مغامرة تانية خالص وتقوص خاصة للاستقبال وجملة بتسمعها أنت والسايح كل تلاتة متر كل سنة ونتو ضايبة باش شحاتة في كل حتة في المطار بشكل يعني تقدر تقول إنها من معالم المطار وجزء لا يتجزأ منه مع إن الكاميرات في كل حتة والمكان محدود أصلاً والمفروض يكون محكوم يعني جرة ألم من أصغر مسؤول في المطار تقدر توقف مظاهر الشحاتة دي وتحفظ لنا ماء الوجه قدام الأجانب كل ده بقى غير فيلم الجماري اللي محدش عارف قوانينها لحد النهاردة ولا فاهمها يعني سواء داخل أو خارج من مصر ممكن تتصادر منك فلوس أو دهب أو موبايلات أو هدايا ليه؟ محدش عارف الستات اللي جاية من الخليج مثلاً مطلوب تدخل مصر باجرامات معينة من الدهب والباقي ترميه هناك قبل ما تركب الطيارة طب ليه أخوان؟ أهو كرة وخلاص ده غير إجراءات التفتيش المبالغ فيها بشكل اللي مستفز واللي مختلف عن كل مطارات العالم في أي بلد في العالم لما تعبر البوابة الإلكترونية وما تصفرش ما تتفتش تاني أنا جيت على فكرة المطار مصر هو من مطارات القليلة اللي بيقلعوا الناس الجزمة أنا موافق أي حاجة أمن أنا موافق عليها أمننا إحنا مستهدفين وممكن يكون فيه مشاكل نقلع الجزمة أنا هقولك ليه المشكلة بتبقى فين؟ إنه بيجي سايحة أو سايح يقولك يا أخي أنا عديت من البوابة وما زمرتش برضو بتفتش ذاتي طب هي البوابة دي بتعمل إيه؟ الحاجات ديت تلقى بقى الراجل بقى نسافر يقولك ليه مرسني مش عارف إيه؟ طبعاً بره ابنت ليه مسعادة هو لو ميجي عنده مشكلة بس أنت لو سفرت وعفقنا دايماً بسفر بدون أي سبب إنما بسفر أول ما تسفر فضل على جنب يبتدي بيجيبه البتاع ديت ويمسحه عنك كده ويحطوك في بتاع المخدرات وبتاع المتفجرات بس أن ما تسفر سفرت أو ما سفرتش هتتفتش ذاتي طالما شكلك مش عاجب سيادة الموظف اللي بابدي شكليات كده حطينا عشان نقول إنه عندنا مطار وبتاع ديكور مش أكتر والإجراءات الأمنية والقوانين الخزعبلية دي بتحصل في نفس المطار اللي سفرت منه آثار مصرية مئات المرات بمنتهى العادي واتمسكت فيه فنانة مشهورة بدولاب مخدرات وما خدتش يوم سجن معالينا الكارسة هنا إن اللي بيوصل المطار بيكون لسه من كام ساعة بس في مطار تاني منظم ومرتب والأمن فيه مستتب من غير زعيء وجري وتكشير وقفش وتعامل من أي البنيل قصة شيل الشنط والتاكسي في أي مطار تاني لها كشك خدمة وتسعيرها معلنة من غير محد يشدك ولا يتحايل عليك تروح معك بالتالي أول انطباع بياخده أي حد بيزور المحروسة إن البلد دي لا فيها نظام ولا فيها قوانين ولا فيها احترام للبني آدم وفوق كل ده ناس هجعانين وبشحتهم بعد الشقلة بزدي بقى بيتكتب لك عمر جديد وتطلع من المطار عشان برضو تلاقي مصر تختلف عن الآخرون خالص يعني ممنوع منعا باتا عربية تقف قدام بها بالمطار الناس اللي بتخرج من المطار دي المفروض تشيل شنطها وتتشحطط بيها لحد برى المطار عشان تركب عربية أو على الأقل لحد الجراش اللي هو بعيد جدا أصلا مع إنها تجربت في كل مطارات العالم مشغلة زي الفل عادي بس لأ إحنا يعني إما كنا نكدر الناس ونطين عيشتهم وإلا نحس إن إحنا مقصرين لا تركن وإنت مسافر ولا تركن وإنت جاي تركب جنا حد بقى وتنزل بسنطك جوا المطار يتأجر شاب عضلات كده يشيلك إنت والسنط من بوابط المطار لحد مبنى المسافرين أملناش فيه وده كله جنب سرينة عربيات السرطة اللي عاملة موسيقى تصورية وشغالة في الخلفية الزفة اللي بنستقبل بيها الزوار من على باب المطار عشان نأكد للسايح إنه وصل بلد فيها مجرمين أكتر من بين قدمين وأكيد مفيش دعاية أحسن من كده للسياحة يعني ونجيتوا للحق في الحتة دي يعني الغلط مش عند المسافر ولا عند البوليس اللي بيفتح سبرينت عشان ياخدك مخالفة وأنت بتنزل ولا بتحمل الشرط في العربية الغلط عند السيستم اللي عمل فضاء شاسع قدام البوابات زي أي مطار في الكوكب بس منع الناس توقف عربياتها فيه ومنع التاكسيات تترصف أمان تاخد المسافرين بالدور إحنا من ناحية الإنشاءات بنينا مجمع مطارات مش مطار واحد عندك المطار القديم ومبنى الركاب اتنين وعندين مبنى الركاب تلاتة اللي الجماهير العريضة كانت عاوز أحمد شفيقي يمسك البلد بحالها عشان بنيه جو المباني العظيمة دي عملنا مولات ومطاعم وفنادق ما تعدش فتحول المطار لمكان رائع وممتع جدا لأي حد عاوز يلعب لعبة المتاه يضيع من عمره ساعتين تلاتة في رحلة الوصول للصالة اللي هيسافر منها تخيل لو حد دخل المطار القديم بالغلط مثلا وهو المفروض يسافر من مبنى اتنين أو تلاتة ده هيلعب جومانجي عشان يلحق طيارته كباري وأنفاء ويوترنات وزوايا حد وليلة في منتهى النيت فورس بيت خالص على آخر عشان القلق ده كله بقى يعني ياريت أي حد هيسافر من ميناء القاهرة الدولي يزاكر كويس أو المكان وملحوظة على جنب كده يعني التارب من التو غير صالة اتنين في المطار القديم الغلطة دي يا مضيعة التذاكر على أصحابها لما تبص على المطارات التلاتة في ميناء القاهرة الجوي هتلاقي ان المطار القديم اللي اشتغل في الستينات هو الوحيد اللي متصمم بشكل منطقي وبيحترم البنى آدم اللي صمم المطار عمل جنينة واسعة في المطار عشان تبقى أول حاجة تشوفها وانت داخل مصر وعشان تقلل كمان من تأثير عوادم الطيرات اللي طلعها نازلة في المطار طول اليوم قدام مبنى الركاب شارع واسع بينزل فيه اللي مسافر وبيركب منه اللي لسه واصل موقف العربيات مترتب وله مكان على بعد كم خطوة من بوابط المبنى حتى محطة الأوتوبيس يا دوب 250 متر من ساعة ما تخرج يعني لو بتشوف أفلام أبيض وشود هتلاقي ان المطار كان فيه اقتراس بيقف فيه المودعين وبيشاوروا الحبايبهم وهم على باب الطيارة نفسه التطوير كويس ومطلوب وكل حاجة يعني لكن التطوير ده لازم يراعي الناس اللي بيستخدموا المباني دي العالم كله بيطور عشان يحسن حياة الناس ويساهلها مش عشان يقدرهم ويقرفهم ولا عشان يفكرهم انه مسيطر ومسيكهم مسكة من حديد وتقدر تشوف مطارات السعودية والأردن ودبي وقطر والبحرين حتى بص على محطات القطر بتاعت الحرامين الشارفين شوف النظام واماكن وقوف العربيات والتاكسيات واماكن توديع مسافرين واماكن الترانزيت وانظام التفتيش والجمارك المطار هو وجهة مصر كلها وللأسف هو مش وجهة مشرفة خالص لا للجمهورية الجديدة ولا القديمة حتى بالنسبة للسياح ياريت ما تخلوهمش يحس ان هم دخلوا بلد امنية مستهدفة مليانة مجرمين ولازم نوقف عربية بوليس كل عشرة متر ونفتش الناس تفتيش ذاتي لحد ما لابسهم الداخلية مش لازم تدوهم انطباع غامق عن السياسات الامنية في مصر هم يعرفوا لوحدهم بعد نص يوم في احياء القاهرة مش لازم تقفلوهم البداية يعني وبالنسبة للمصريين ياريت تاخدوا بالكو ان اي بني ادم في اي حتة بيحس بالامان لما يسمع ان الطيارة وصلت مطار بلده الا المصري يوصل مطار القاهرة يبتدي يقلق ويقلق قرآن اللي حفظه كله عشان يعبر عنق الزجاجة ده من غير مشاكل ومن غير ما ياخدوا منه فلوسه او دهب مراته او الهدايا لطفح الكوت عشان يجيبها لعياله او ياخدوه هو شخصيا عشان عملوله خمستاشر قضية امنية ما عندوش اي علم بيه وبخصوص الحلول فالحلول متاحة وسهلة والله يعني للي عاوز يحل المبنى القديم هو الوحيد اللي قدامه موقف عربيات كبير وقريب من المواصلات كمان عشان كده مؤاهل استقبال الناس بشكل طبيعي من غير مرمطة بالتالي ممكن يتحاول المطار القديم لمبنى استقبال ومغادرة الركاب يسلموا فيه الشنط وياخدوها منه ويبقوا خفاف كده بعد الحركة يعني كل الركاب يوصلوا عليه يسلموا شنطهم لشباك شركة الطيران وبعد كده يتحركوا للمبنى اللي يسافروا منه سواء بقى تيرمينال تو او تلاتة ونفس الوضع في حالة الوصول يتحرك الناس من المبنائين الجداد للمطار القديم واستلموا شنطهم من هناك وممكن جدا التنقل من وإلى المطار القديم يكون بمترو داخلي بيربط المطارات ببعض وعلى فكرة هيبقى أرخص بكتير قوي من محطة مونوريل واحدة بس ونشوفكوا على خير ان شاء الله